الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne BAC TV Maroc. Aujourd'hui, on va entamer ou on va commencer le dernier ou le troisième, plutôt le troisième module programmé dans la première année du baccalauréat en langue française. Alors, ce dernier, il s'agit bien évidemment du dernier jour d'un condamné à mort de Victor Hugo. On commence par le chapitre numéro 1. Bismillah. Chapitre numéro 1. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle. Toujours glacée de sa présence. Toujours courbée sous son poids. ... الكاتب هنا plutôt le narrateur le condamné à mort il commence par le dire ou le dire et il yers depuis 5e 1. وهو يسكن مع هذه الفكرة مع فكرة وحيدة توجوغ سول دائما وحيدا معها توجوغ لسي دائما يوجد في حالة يعني دائما لا تفارقه في زنزالته أبدا توجوغ قوبي دائما منحني تحت افكرة هذه الفكرة autrefois car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines j'étais un homme comme un autre homme autrefois c'est à dire منذ زمن بعيد يقول كنت مثل أي رجل آخر j'étais un homme comme un autre homme يعني أنا أقول لك كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة كانت له فكرة تختلف عن السابقة يعني أن ذاكرته كانت ولادة بالأفكار كل منطقة هم ينزل على سؤال العقاب التخطف وكل دائما كانت همام مميزة الى المسجرى من يجل رائع وكل سابق رائع وشكرا سنطرع نزل على الأفكار معها وشكرا ومحلن مدرسة للجمد بوردان 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 عربسق تترد ومس اتوفر ومس كانت خدامًا فالول مصادر صلائي صل feeling كبت الثنين صلائبات عمنا صلائي بكتر صلائي بثاني بثاني بشيئ ورامي أماما فالول مصادر صلائي حدث في تسمى أفلا باشك وفي الضارة ام يكتر في أمارة أو الأمام فى كم أمارنية لم يكن من استيقاط dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. Je pouvais penser à ce que je voulais. كنت دائماً أفكر أو أستطيع التفكير في كل ما يحلو لي. جيته لبع. لأنني كنت حرًا. هكذا يقول الكاتب أو le narrateur أو le détenu. Maintenant je suis captif ويعود إلى الحاضر. أما الآن فإنني مشدود. هنا يبدأ الكاتب أو الراوي بأن يقول لنا أنه كان منذ خمسة أسابيع ساجنا لفكرة واحدة يعني عقله كان ساجين لفكرة واحدة وهي فكرة الموت التي كانت لا تفارقه أبداً. وهو يتذكر أنه في الماضي كان رجلاً كأي رجل آخر حرم ساجده منذ خمسة أسابيع 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 في أي إدى ساجينة أسابيع وإنسبة لمذلك أسابيع 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 هنا يقول لنا على يعني الراوي دائما هو وهو المسجون وهو المحكوم عليه بالإعدام يقول لنا على أن جسده يوجد في زنزالة وأقله يوجد كذلك مسجونا للفكرة الوحيدة وهي فكرة الموت هذه الفكرة التي يعبر عنها أنها هذه الفكرة التي يعبرانها أيضاً أنها تأثناء وكأن واحدة لا يستطيع أن يقنع نفسها بفكرة أخرى إنه سيكون أقليرًا أن يكون أقليرًا سألتك شيء جديد إليتو جولا سات پانسي انفرنال كم ان سبكتر بلمب آميكوته كواك يفاس مهما فعلت يقول مهما فعلت هفون كواك يفاس مهما فعلت يعني إليتو جولا فهي دائما توجدو هنا سات پانسي انفرنال هذي هل فكرة الجهنمية كم ان سبكتر كم ان سبكتر مثل هكالين عدمي من الرصاص دو بلمب يعني امامي على جانبي سيلا وحيد وكذلك فهي يعني تغارو عليه لماذا تغار لأنه لا تتركوه يفكروفشي ان اخر إلا فكرة الموت ستحان تتركوه voilà يشعر تتركوه 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 يشعر تتركوه 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 يشعر تتركوه 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 فهي وعنها تتركوه تتركوه لتتركوه تتركوه تتركوه فهي تتشكل في أي شيء مثلا أن تتشكل له في الأعمدة الحديدية والقضبة الحديدية للزنزانة كلما نظر إليها فهي تتشكل له في أهتي الأعمدة أو أن يرى الحائط حيث كتبت مجموعة من الكلمات التي تعبر عن الإعدام وتتشكل له في الحائط في تلك الكلمات أو أن يرى وأن يشاهد فوق البلافون حيث لا يوجد إلا الظلام وهي تتشكل له في جميع الأشكال ليبقى وحيدا ولا يرى إلا هذه الفكرة وكذلك تختارط مع أي شيء كم غفران لغفران تقال عن مقطع موسيقي والشعري ولكن هنا المقطع يكون فضيع جدا وفي جميع الكلمات كم مادرس التي تتشكل له في جميع الكلمات التي تتشكل إليه لأنه لا يرى إلا الناس الذين يلتقي بهم هم إلا السجانون والمحامون والجميع والجيوري وكذلك وكل هؤلاء الناس لا يفكرون له إلا بفكرة الموت هذه الفكرة كذلك تلتسق معه في تلك القطبان الحديدية التي يكرهها كثيرا داخل هذه الزنزلة موبسيطة ايويه يلوبسيطة هذا هو الموت إليه ونحن نعود وفي جميع الكلمات ويستيقظ مذعورا ويقفز من مكانه يتذكر تلك الفكرة أنت محكوما عليك بالإعدام برسبي بقه أهل متبوع من طرفها أهل مدزي وتقول له آه سنك غاب آه إنما هذا إلا حلم سوف انتظر الشيء الأفضل من هذا أهل مدزي ويستيقظ محكوما عليك ويستيقظ محكوما عليك لقد قلت هذا حلم وفي الوقت الذي يوجد فيه في حالة ما زال تفتح عينه غيب شفية تفتح عينه بل يرى هذه الفكرة هذه الفكرة التي مقدرة عليه ضم لغي في الحقيقة الفضيعة نحن سنرى الآن نحن نحن سنرى عنها الآن 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 هي الموية وزاية والاسمية تابعون في مقابل في دعية تابع على المسائل المسائل الذهب هو الهوضو كبير اسم كل جديدة في البنحة grossière de la taux de mes vêtements voilà و هنا ينتهي أضن le chapitre الأول le premier chapitre c'est là qu'on va finir le premier chapitre و كل يوم ردي ديرو chapitre jusqu'à la fin du roman et j'espère que vous avez eu au moins ويجب أن تكون هناك في المستقبل ويقول لكم أماما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة